بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في اللو فيه تفصيل أقسام استعمال لفظ لو مع الحكم أولا محرم وقد يصل إلى الكفر وهي أن تستعمل في الاعتراض على الشرع لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا اعترض المنافقون على تشريع الرسول وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا فرأينا خير من شرعه ثانيا محرم وهي أن تستعمل في الاعتراض على القدر لو أطاعونا ما قتلوا أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله ثالثا محرم وهي أن تستعمل للندم والتحسر لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا والله يريد أن نكون في انشراح رابعا محرم أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية لو شاء الله ما أشركنا وهذا باطل لكن يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب ويعرف بأن يتوب العبد ويقلع عن المعصية خامسا إن كان خيرا فهي خير وإن كان شرا فهي شر أن تستعمل في التمني لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهذا تمنا خيرا فقال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سواء وقال صلى الله عليه وسلم في الذي تمنى شرا فهو بنيته فوزره ما سواء سادسا جائز أن تستعمل في الخبر المحض لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي فهذا خبر لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه مثل قول لو حضرت الدرس لستفت الدليل الأول إلى الثالث وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذا من اعتراض المنافقين على الشرع لأنهم عتبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خرج بدون موافقتهم ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضا بمعنى ما خرجنا لنقتل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فيها الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره والجبن عن الجهاد من اعترض على القدر لم يرضى بالله ربا ولم يحقق توحيد الربوبية هذا الحديث فيه أولا الحرص على ما ينفع وترك ما يضر ثانيا الاستعانة بالله ثالثا المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز هذه المراتب إليك رابعا إذا حصل خلاف المقصود فهذا ليس إليك وإنما بقدر الله ففوض الأمر لله المسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الأولى في الاعتراض على الشرع والثانية في الاعتراض على القدر الثانية النهي صريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان فيتحسر الإنسان ويندم الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن قدر الله وما شاء فعل الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز والتهاون والكسل عن فعل الشيء لأنه هو الذي في مقدور الإنسان التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر